السودان على لسان وزير رأي الدكتور ياسر عباس بيعلن ويحذر الملء الثاني لسد النهضة بيهدد الحياة على طول النيل الأزرق بيهدد حياة عشرين مليون مواطن سوداني بقوله الدكتور ياسر عباس ضيف عليهم مئة مليون مواطن مصري يبقى ما تقوم به إثيوبيا من محاولات لفرض أمر واقع بيمثل تهديداً لحياة أكتر من مئة وستين مليون مواطن يعيشون على ضفاف النيل ده كلام الدكتور ياسر عباس وبيقول إنه ما تقوم به إثيوبيا من محاولات بتمثل زعزعة لاستقرار منطقة القرن الإفريقي برماته